اشتركوا في القناة معايير تقدير قيمة الارض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومع التهرب من دفعه ان فرض رسوم الاراضي البيضاء سيكسر احتكار الاراضي فيما سيعود بالفوائد على المواطنين والمستثمرين والدولة ومن ابرزها انخفاض الاسعار والاجارات وتوزيع مواقع للجهات الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق الحكومية وهو ما يعجل حركة التنمية بالمدن الكبرى تضخم اسعار الاسكان عال جدا في المملكة وهو ما ارهق المواطنين من راغبي التملك او مستأجري السكن والسبب يعود ليوجود الاف الاراضي مشمولة بالخدمات وبداخل النطاق العمراني ما زالت معطلة منذ عشرات السنين كما ان اجبار ملاك الاراضي لتطويرها وبيعها سينعكس على تنشيط العقار وقطاع الانشاءات العامة والمحلات التجارية ويخلق فرصا وظيفية للجنسين ويحد من نسب البطالة بصورة غير مباشرة فان عمارة الاراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لانشطة التطوير والتمويل العقاري بما سيسهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية الذي تناهز حاليا 12% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة وستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني هذا القرار سيحقق باذن الله تعالى مصلحة المواطن من خلال تشجيع المطورين العقاريين في البناء على الاراضي البيضاء بما سيزيد ويرفع مؤشر استخدام الاراضي البيضاء الذي يتجاوز الـ 50% في العديد من حواطر المملكة مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الاسكانية لبرنامج أضواء عبدالله الفرساني